اهلا بكم ثمت من يرفض تسمية ما هو قائم في العراق حاليا بالدولة لان الدولة بمفهومها الحقيقي تستدعي قرارات وسلطة مركزية لا وجود لها في الواقع العراق الان بسبب الهيمنة الاجنبية وسيطرة الميليشيات الطائفية المدعومة ايرانيا وامريكيا وان الغزو الامريكي الغى مفهوم الدولة في العراق ثم ادخله في تحالفات مع قوى دولية واقليمية لا مصلحة وطنية عراقية فيها للشعب العراقي ومصالحه العليا وان سيطرة الميليشيات والاحزاب الطائفية ستكون لها انعكاسات خطيرة على العراق وامنه وعلى استقرار المنطقة العربية برمتها في ضوء مجاهرة هذه الميليشيات بعدائها الصريح للعرب وتأكيد اتباطها بايران المنخلطة بدورها في مواجهة مفتوحة مع عدة شعوب عربية في سوريا واليمن ولبنان حقيقة وجود الدولة بمفهومها التقليدي في العراق وخطرها على الاقليم هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار سنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا يرفض الكثير اعتبار العراق الحالي ليس دولة بالمفهوم التقليدي للدول ولماذا يعد العراق بصيغة حكمه الطائفية عاملا خطيرا على امن واستقرار المنطقة ومنظومتها الاجتماعية وما هي مصلحة العراقي وشعبي من الانخراط في محور طائفي رأس حربته ايران المنخلطة في مواجهة مفتوحة مع عدد من الدول العربية وهل فعلا توجس العرب من العراق بعد العام 2003 ما رده قيام التجربة الديمقراطية التي صممها الغزو الامريكي ودعمها لاحقا الايرانيون وهل يعتقد بعض العرب الرسميين ان مهادنة ومجارات النظام الطائفي في العراق ستغير من سلوك قواه الطائفية الحاكمة اتجاههم ضيوف الطاولة رافع الفلاح عبد الحميد العاني احمد كامل العراق جغرافيا امتداد للعمق العربي وبوابته الشرقية لضمان امن الدول العربية ومن يحرس تلك البوابة اليوم هو نفسه السمسار الذي يذلل الطرق لدخول الغرباء وفي اوج الصلاة العربي مع المشروع الايراني التوسعي اصيب العرب في مقتل عندما تحول العراق الى ساحة مفتوحة لتبادل المصالح بين الاحتلالين الايراني والامريكي الحكومات المتعاقبة بعد الغزو لم تقصر ضررها على الشعب العراقي فحسب بل صارت مصدر قلق للامن العربي ككل باعتبارها اداة ايرانية بامتياز سواء بالسلاح او بالسياسة محاولات الدول العربية باحتواء تلك الحكومات وتحويلها من خنجر ايراني مسموم الى سيف عربي باءت بالفشل وعلى العكس من ذلك دأبت حكومات بغداد على سرخ العراق من ثوبه العربي بالوسائل كافة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاعلامية وصار العراق مركزا لتصدير الميليشيات التي عاثت فسادا بالبلاد العربية من اليمن وحتى سوريا بروح ايرانية لا تخفي عداءها للدول الخليجية خصوصا والعرب بصورة عامة وفي قمة تأزم ايران اقتصاديا يبادل اقطاب العملية السياسية في العراق الى فتح خزينة البلاد للنظام الايراني لتقوى بتلك الخيرات ويواصل مشروعه في استهداف المنطقة العربية دولة تلو الاخرى ورغم هذه الحقائق والوقائع يبدو ان السلوك العربي تجاه هذه الحكومات سائر في سياسة احتوائها على انها جزء من المنظومات العربية رغم ان لسان الواقع والتأريخ يؤكد ان مواجهة ايران تحتاج الى ردع قوي يشمل ادواتها واضرعها فمن يعادل عقرب لا يمكن له ان يصادق ذيلها ويأتمنه اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في مفهوم الدولة الان في العراق الدولة التي اسسها الغزو الامريكي للعراق عام 2003 ويدعمها الايراني ينضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميم العاني مسؤول قسم الاعلام في هيئة علماء المسلمين وسيكون معنا ايضا الكاتب الصحفي السوري الاستاذ احمد كامل مرحبا بالضيف الكرام جميعا مرحبا لو بدنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور لماذا يرفض الكثير اعتبار ما هو قائم الان في العراق بعد عام 2003 انه ليس دولة بالمفهوم الدولة لا تنطوي على مقومات ومرتكزات الدولة التقليدية بسم الله الرحمن الرحيم سأل ما اجد هناك في كل بلد منظومة واخرى منظومة دولة عندما نتحدث عن دولة العراق لا دولة هناك منظومة للدولة وهناك منظومة لا دولة العلاقة بينهم عكسية كلما قويت الدولة ضعفت منظومة لا دولة وكلما قويت منظومة لا دولة ضعفت الدولة في العراق لدينا دولة ضعيفة ومنظومة لا دولة هي القوية منظومة الدولة فيها مؤسسات قائمة ورصينة فيها قانون يحكم الجميع فيها رؤية فيها استراتيجية فيها تنمية فيها كل هذه فيها حكومة رشيدة قادرة أن ترى الأمور فيها علاقات متوازنة في منظومة اللا دولة هناك ميليشيات هناك لا قانون هناك انتماءات خارجية هناك أحزاب وقوى وشخصيات كلها انتماءاتها يعني لاوطنية في العراق عندما أسس النظام بعد الاحتلال عام 2003 وأسس من أحزاب وشخصيات وقوى مبنية طائفية وإثنية ضمن محصصات إثنية وطائفية علاقة بيناتهم يتخادمون فيما بينهم لديهم تعالفات فيما بينهم لخدمة هذه الأحزاب وهذه الشخصيات شخصياً وخدمة الأحزاب والشخصيات هذه لمصالح خارجية مرتبطة بها كل هذه القوى مرتبطة لها ولااءات خارجية والولاءات الخارجية أقصد إيرانية بحتة وولاءات أيضاً أمريكية فبالتالي لديها ميليشيات أيضاً هذه الميليشيات تعمل في الشرعي واللاشرعي ضمن القانون وخارج القانون نعم يتحدثون عن دستور دستور في العراق ربما شبهه أحد الكتاب تشبيه دقيقاً قال مثل قائمة الطعام في العراق يختارون منهما يعجبهم يستعملونه والباقي يمسحون بأحذيتهم هذه حقيقة فبالتالي الدستور هذا والحديث عن الدستور يخدم هذه اللا دولة وانت بالمحصلة ترى أن الدولة قائمة حتى إذا تصادم الدستور مع بعض السلوكيات أو السياسات يهاجم ويشتم نعم هذا الذي يحدث في العراق فبالتالي أنت لديك سلطة تدعي أنها دولة وهذه السلطة ممسوكة من قبل هذه الميليشيات هذه الميليشيات هي من رشحتها هي من تقف وراءها هي من تمزق الكرسي اللي جالسين عليه لذلك هم لا دولة يعني لا دولة هي المتحكمة في العراق في علاقات أنت تنظر إلى العراق في علاقاته علاقاته الإقليمية والدولية سنتحدث أيضاً عن نعم أنت تنظر إلى دولة أنت تريد دولة أنت تتعامل مع دولة في العراق لا دولة حقيقة لأن منظومة لا دولة هي المسيطرة على العراق هناك مثل ما قلنا ميليشيات عدم احترام للقانون هناك فساد هناك قراب كل هذه المعايير هي القائمة والمعايير الأخرى اللي هي احترام القانون تنمية نعم وبالتالي أنت أمام مفهوم قوي جداً موجود في العالم اسمه الدولة الهشة أو الدولة المشوهة المشوهة دولة الهشة ينطبق على العراق تماماً لأن معيارين غير متحققين المعيار الأول هو تحقيق الأمن نعم والمعيار الثاني هو تحقيق التنمية هذين الاثنين غير موجودة بالعراق من عام 2003 لحد الآن نعم نكتور عبد الحميد العاني ما دام نتحدث عن اللا دولة أو الدولة المشوهة أو الدولة الكسيحة أو الهشة هذا العراق الذي أسس الغزو الأمريكي بصيغة حكمه الطائفية والقومية الأحزاب الموجودة قومية أو طائفية هل تشكل هذا الشكل من الدولة يشكل خطر ما على الدولة العراقية على مجتمع هذه الدولة هل فعلاً هو خطر أم أنه ربما هذا التشوه عائد لجملة تحديات صعوبات واجهتها هذه التجربة من 2003 إلى اليوم بسم الله الرحمن الرحيم منذ 2003 إلى الآن والنتاج الموجود حالياً هو خير جواب على هذا السؤال فالناتج الذي خرج إلى العالم أجمع هو تفتيت المجتمع العراقي وتهديم هذا الموجود يعني اليوم الموجود في العراق نتاج من أسوأ الأنظمة الموجودة ربما عالمياً لا يوجد في العراق كما ذكر الدكتور قبل قليل لا يوجد شيء اسمه دولة ومنذ 2003 إلى الآن المحاصصة التي ذكرت أو قامت عليها هذه العملية السياسية منذ مجلس الحكم إلى المفاصل السياسية اللاحقة كلها بنيت على هذا المبدأ مبدأ المحاصصة التي محاصصة طائفية التي تتناقض بشكل كامل مع قضية الهوية الوطنية والمواطنة لذا هذا هو هذا المخاطر اليوم التي نراها هي خير مثال على التوجس أو الخوف من هذا النظام أو من هذه المحاصصة ولو راجعنا إلى 2003 وقبيل 2003 الاحتلال لرأينا أن الاحتلال الأمريكي قد بنى احتلاله أو مشروعه في العراق على هذه القضية قضية المحاصصة طائفياً وقومياً فهو كان من أهم أهدافه هو تقسيم وتفتيت العراق اجتماعياً وسياسياً وغير ذلك لذا رأينا يعني طبعاً هو مهد لاحتلاله بأكاذيب كثيرة لكن من جملة هذه الأكاذيب هو اعتمد على أنه نصرة هذا المذهب أو هذه الطائفة أو هذه القومية مقابل الطائف والمذاهب الأخرى ثانياً كما أذكرت قبل قليل مجلس الحكومة الذي بناه بناه على محاصصة طائفية لذا كان أول بيان لنا في هيئة علماء المسلمين هو البيان رقم واحد الذي انتقد وبيّن عوار هذا المجلس مجلس الحكومة الذي قام على هذا الأساس الأساس الفاسد لأنه يتناقض كما قلت يتناقض جملة وتفصيلاً مع قضية الهوية الجامعة التي يجب أن يكون من أهم أهداف الدولة والنظام التي يجب أن تعمل عليها وتحصينها وترسيخها لدى أبناء الشعوب لكن الذي جرى في العراق هو العمل بالضدي بشكل واضح وصريح وما نراه اليوم خلاله 16 عاماً هو تفتيت وتناحر وترسيخ هذا الشخ أو الشرخ كما يقول اجتماعياً وسياسياً ونحو ذلك أستاذ رحمة كامل العراقيون القوى العراقية المناهضة للاحتلال المناهضة العملية السياسية لديها إجماع أنه هذا النموذج المشوه من الدولة القائمة في العراق خطر على الدولة بمفهومة تقليدي خطر على المجتمع خطر على الهوية كما تحدث الدكتور عبد الحميد في العراق الآن من 2003 تهيمن عليه قوتان أمريكا وإيران وإيران طبعاً أكثر نفوذاً وهيمنة هل ينظر العرب إلى أن هذا المفهوم أيضاً من الدولة هذا الشكل من الدولة أيضاً خطر عليهم خاصة وأن القوى المهيمة الأكبر على العراق هو إيران ولأسباب موضوعية طبعاً يعني كلمة عرب إذا كان المقصود فيها الحكام العرب حالياً الشعوب العربية نعم الحكام العرب طبعاً في غيبوبة كل واحد مهتم بقمع شعبه ولا يشعر أبداً بالخطر الإيراني وحتى الحكومات العربية التي تتحدث عن الخطر الإيراني لا تتصرف بالطريقة التي يستحك هذا الخطر أكثر من قيام عاصفة حزم في اليمن ضد الحوثيين المطلوب أكثر من ذلك أطلب مطلوب أكثر من ذلك لأنه الخطر الإيراني خطر هائل أزعم بأننا لم نعرف في هذه المنطقة أكبر من هذا الخطر لأنه يدخل في قلب المجتمعات العربية ويفتت المجتمعات العربية نجح إلى حد كبير في العراق ونجح إلى حد كبير في سوريا ابتلع لبنان ويريد أن يبتلع اليمن وهذه على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر عينهم على مكة وعلى المدينة وعلى كل المنطقة العربية وهذه تصريحات وتهدات لقالة الميليشيات في العراق بتحرير مكة المدينة بمهاجمة الكويت مهاجمة البحرين والبحرين وكل الدول العربية وحتى مصر في بالهم يبدو الشهية الإيرانية مفتوحة على مصرائها الفرصة مواتية نحن لم نكن في يوم من الأيام أضعف مما نحن عليه الآن إضافة إلى التواطؤ الأمريكي والإسرائيلي معهم والتواطؤ الروسي يسمح لهم بأن يحلموا أكثر وأكثر أما على صعيد الشعوب فالإحساس والخطر أيضا ليس على قدر الخطر في سوريا مثلا أنا شخصيا كانت أضع سورة حسن نصر الله على موبايلي حتى أتصبح وأتمسى بوجهه الكريم في عام 2006 في وقت متأخر جدا حتى 2006 كنت من المخشوشين بأن هذا مقاوم بأنه رمز للوطنية ورمز للقومية وأنه إنسان طيب فيه خصال من الخلفاء الراشدين ومن الأئمة وبعد ذلك اكتشفت بأنه شيطان الرجيم استغرق الأمر كثيرا من الوقت وعلى الأرجح أنني اكتشفت الحقيقة بعد فوات الأوان بعد أن تمت سيطرة حزب الله على لبنان كليا وبعد أن استفحل أمره إيران وعملائها في سوريا استفحالا كبيرا جدا بحيث أن حتى روسيا الآن تحاول كبح هذا الوجود فلا تستطيع هم يقاومون الآن الوجود الروسي ولكن النسبة العرب الذين يؤيدون حزب الله ويعتبرونه حزبا مقاوما كان 80% بعد التدخل في سوريا انخفض إلى 20% هذا لا بأس به ولكن مازال هناك الكثير من العرب يعني وخاصة أجهزة الإعلام المستبدة يلائمها ذلك تقول أن ما يجري في سوريا والعراق مشكل طائفية دعكم منها ويساوون القاتل والقتيل يعني إذا أنا بقول أنه الذين يقتلون في سوريا كلهم من السنة العرب المسلمين السنة الطائرات لم يقصف أحد في سوريا بالطائرات لا طائرات النظام ولا طائرات روسيا ولا طائرات أمريكا إلا العرب المسلمين السنة حصرا وبنسبة 100% وكما جرى في العراق أيضا في الموصل في بيجي في الرمادي في الفلوجة فأنا أصف حقيقة وأعطي إرقام فأصبح أنا الطائفي أنا الذي أنبه إلى جريمة طائفية أقول يا ناس هنا في جريمة طائفية أقول لك أنت اللي طائفي الأمر خطير جدا والاختراق الإيراني للمجتمعات العربية ولوسائل الإعلام العربية خطير إلى حد كبير جدا ويجب التنبه إليه ويجب مضاعفة الجهد لأنه حصانة الجسم العربي إلى التدخل الإيراني ما زالت ضعيفة والدول التي تتحدث عن مقاومة الإيران ووسائل إعلامها تعادي إيران لا تفعل لا تفعل ما يجب أن يفعل أو ليست بالمستوى الذي يتناسب مع هذا الخطر وهذا النفوذ أشكرا دكتور رافع الفلاحي إذا لم يكن العراق بعمليته السياسية الطائفية والخطر الذي يمثله أنه غير حائز لمقومات ومرتكزات وشكل الدولة الحقيقية إذن لماذا كل هذا الدعم والرعاية والاحتضان من قبل قوى إقليمية ودولية وحتى من الأنظمة العربية الرسمية إذا كان هناك حديث أن هذا العراق بهذا الشكل المشوه خطر ليس على العراق فقط وإنما خطر على جوار العراق بل وعلى النسيج الاجتماعي لأن المسألة الطائفية ما أججت وظهرت إلا بعد عام 2003 منطلقة من العراق يعني هذا يعيدنا إلى السؤال المركزي الأساسي لماذا يعني عبرت أمريكا محيطات وعبرت كل هذه المسافات وجاءت الاحتلال العراق هل من أجل الديمقراطية مثل ما تدعت هل من أجل عيون العراقيين هل من أجل إزالة نظام ديكتاتوري مثل ما تدعت أو من أجل أسلحة دمار شامل وكل هذه طلعت كذبات جاءت بمشروع لتخريب العراق لتدمير العراق كل قوى في هذه الأمة يجب أن تباد ويجب أن تسقط هذا هو المشروع أساسا ويسيطر عليها بشكل كامل يسيطر على ثرواتها وتدمر قدرات على النهوذ هذا هو المشروع هو هذا أساس المشروع في عام 2003 الأساس أمريكيا نعم ثم تناغم معه الإيرانيون أمريكا في احتلالها العراق عام 2003 ولي حد الآن وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفرد الولايات المتحدة كزعيم أوحد للعالم والهراوة الأمريكية مرفوعة على الجميع في عام 2003 عندما احتلت العراق أجبرت كل دول الدنيا على أن يعني تحترم قرارها أن تتماشى مع قرارها حتى وإن قالت أن هذا غير شرعي والممتحدة لم تعطي الضوء الأخضر وماذا فعلوا وبالتالي عندما نعود إلى الدول العربية كمثال أعطيك مثالا الجامعة العربية لا يمكن أن تعطي في دستورها في ميثاق الجامعة العربية لا يمكن أن تعطي مقعد دولة محتلة لمن يمثل الاحتلال وهذا ما حصل حتى مع مع فلسطين أعطتها لمنظمة التحريف الفلسطينية باعتبارهم ناس مقاومين وهم من يمثلون البلد العراق دولة محتلة وباعتراف الأمم المتحدة وبقرار رسمي اعتبرت أمريكا وبريطانيا دول محتلة أعطت مقعد العراق لحكومة شكلها الاحتلال لماذا؟ الهراوة الأمريكية هذه الهراوة الأمريكية واستجابة كل هذه الدول لهذه الهراوة خوفا منها وبعدها بفترة بدأنا نشهد هرولة كبيرة من دول عربية ودول أجنبية لفتح سفاراتها في بغداد في الوقت اللي السفراء عندما كانوا يفتحون سفاراتهم كانوا يقتطفون دكتور في هذه النقطة في عام 2003 جاء الأمريكيون أوجدوا هذا النظام أجبروا النظام العرب الرسمي على منح مقعد العراق ربما الصورة لم تكن واضحة أمام النظام العربي الرسمي بعد تجربة 16 سنة أن هذه الدولة الموجودة الآن هي دولة الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة تعادل عرب تهدد دولهم تدعو إلى الانقضاض على أنظمتهم أثارت النزعات الطائفية التي تأثرت بها مجتمعات عربية مجاورة هل يعقل بعد كل هذا الخطر أيضا ورح نتحدث عن قضية هرولة عربية رسمية إلى العراق يعقل أن تتحدث عن أنظمة لا تتحدث عن شعوب لا تتحدث عن شعب تتحدث عن أنظمة هذه الأنظمة هذه الميليشيات تناصف حتى النظام العربي الرسمي العدا أنظمة تهددها نعم هذه الأنظمة تمتثل للأوامر الأمريكية هذه الحقيقة لا أحد ينكر هذا هذا ولا أنت يعني هذه الميليشيات مثل ما تقول أنت تهددها تهدد كيانها وهذه النار اللي مشتعلة بالعراق الآن مشتعلة في في غرف نومهم في الخليج وغيرها لماذا يجرون هذه لماذا هذه الأرولة للعراق لماذا ما هو السبب هل يصلاح العراق هم يعرفون أن العراق حولته إيران تحت المظلة الأمريكية إلى ساحة معركة لإيران وسوق لتصريف مشاكلها ومشروعها وتصريف بضايعها بالموافق الأمريكي وبالرعاية الأمريكية وبالتقادم الأمريكي زيارة الرئيس الإيراني أخيرا للعراق أثبتت هذه الحقيقة جاء لتصريف مشاكلهم وبضايعهم وكل قضاياهم وسوق لمعاركهم وساتر أول لمعركتهم ومشروعهم دفاعا عن مشروعهم وسخرت العراقين والعرب والعالم وإقليميا يعرفون هذه الحقيقة لماذا إذن يتعاملون مع العراق كأنه دولة ويعرفون أنه هذه الحكومات ويعني بتصريح إيراني معلن ليس بالسر يقولون نحن من نشكل هذه الحكومات ونحن من نتحكم بتشكيل هذه الحكومات وفي الانتخابات وقاصل سليماني يتحدث بهذه الطريقة والكل تعرف وكل قارة الميليشيات يجاهرون ويصرحون ويتباهون بأنهم مرتبطون بالخامنة ويتلقون التعليمات منه طيب وسيقاتلون أي قوة في خندقه ضد هذه القوة عربية أو غير عربية كيف تقناني أن دول تدعي أنها تعادي إيران في نفس الوقت تعقل صفقات ستراتيجية وخدمات تقدم خدمات لبقاء هذا النظام الذي هو إيراني بحث وإيران من أقامته وهذه نقطة مهمة نسأل دكتور عبد الحميد العاني دكتور ما دام أمريكا متمسكة بهذا النظام الموجود في العراق ألقت بكل ثقلها سياسيا وأمنيا وعسكريا خلفه لذلك الرهان العربي أو الهرولة العربية إلى العراق يأسن ربما توصف المراهنة على التقويم السلوك السلوك الطائفي لهذا النظام سلوكه إخراجه من العباء الطائفية ذات النسيج الإيراني تنفتح عليه تلتقي به تقيم علاقات معه عسى أن يغير من سلوكه هذا الرهان هل له حضوض من النجاح والفلاح ممكن يعني لو كان مثل هذا السؤال يطرح في بدايات الاحتلال أو على الأقل في السنة الأولى نقول نحتاج أن نجيب عليه بالأدلة والبراهين التي بالمناسبة في ذلك الوقت منذ السنة الأولى قامت القوى البطنية ببيان خطر هذا المشروع الطائفي والمشروع الإيراني على المنطقة وليس على العراق تحديدا وتحديدا أتذكر في شهر تشرين الأول الشهر العاشر من عام 2003 يعني عقب الاحتلال بأربعة أشهر قام الشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى مع وفد من هيئة علماء المسلمين بعمل جولة على البلاد أو على عدد من البلاد الإقليمية والعربية في حينها لبيان هذا الخطر في ذلك الحين كان الخطر واضحا وكان التهديد واضح لأن القضية واضحة من أسسها أما اليوم وبعد 16 عاما من الاحتلال وكل الأدلة والبراهين تشير إلى أنها هذا المشروع وهذا النظام يمشي ويسير باتجاه ترسيخ هذه الطائفية وتعميقها ونقل الخطر ليس فقط حراقيا وإنما نقل الخطر كما أشار قبل قليل إلى المنطقة جميعا النار اليوم بدأت تحرق المنطقة وليست منحصة شوهد عملية دكتورة الميليشيات الآن تقاتل مع الأسد في سوريا يعني القضية ليست تخمين أو توقع أو استشراف ولذا الوقاع اليوم هي خير من يجيب على مثل هذا السؤال ولكن العجيب وهو ليس عجيبا إذا ما عرفنا أن هذه الأنظمة كثير منها هي خاضعة للأمر الأمريكي أولا وثانيا هي ربما لا تستشعر هذا الخطر الحقيقي بسبب أنها موعودة بحماية أمريكية لها من أي خطر آخر لكن نحن نقول دائما التمدد المشروع الإيراني في المنطقة كان جاء ليس من قوة المشروع الإيراني وإنما من الفراغ الذي لم يكن هناك مشروع عربي إقليمي يواجه هذا بل حتى أن هناك ومنذ البداية قلنا هذا لو أن هذه الدول الإقليم دعمت على الأقل القوى الوطنية العراقية لستطاعت القوى الوطنية العراقية أن تتصدى لهذا المشروع وأن تئده في مكانه ولكن للأسف رأينا أن هناك ليس فقط تخليا عن القوى الوطنية بل رأينا مثل ما قال قبل قليل دكتور رافع أنهم دعموا هذا النظام الرسمي العملية السياسية بشكل واضح وصريح وكان الأثر والنتيجة ما نرى اليوم نعم إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار عن مفهوم الدولة المشوهة فيها العراق والذي صممه الغزو الأمريكي ودعمه الإيرانيون بعد عام 2003 ابقوا معنا شكرا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 الاسرائيلي الدولي هذا هو العنصر الاول الذي سمح لهم بهذا الامر اضافة الى العرب ايضا جزء من العرب الرسميين تواطئوا ايضا على احتلال العراق لماذا لم يستفيدوا منه هم يعني يعملون الانظمة القائمة حاليا في الخليج العربي وفي الدول العربية الاساسية تحديدا مصر ودول الخليج العربي هي انظمة يعني يعني ليست فقط مستبدة ليست فقط منتهكة لحقوق الانسان وانما معادية لشعوبها ومعادية لامتها هم وجراء عند جهة خارجية اخلق في العراق يعني ايران وتحويل العراق لا منصة للاعتداء على دول عربية او على شعوبها في سوريا في اليمن نعم فاذا الذي سمح لإيران بهذا التمدد وانتهاز هذه الفرصة الضعف الشديد في أمتنا التواطؤ الدولي وايضا في مجتمعاتنا يجب ان نعترف انه جزء كبير من مجتمعاتنا ولائه ليس للمجتمع ليس لوطنه وانما لجهة خارجية لإيران هناك في سوريا عدة ملايين موالون لإيران مستعدون للموت من اجل إيران في لبنان حزب الله اللبناني وبئته الحاضنة ولأوا هم المطلق لإيران لبنان آخر همهم آخر همهم لبنان وفي اليمن أيضا وجدوا موطق قدم في الوشطة وفي العراق من 2003 أيضا كان هذه الصورة جزء منها حتى سنين قريبة إذا انقلب الوضع في العراق رأسا على عقب نعم فإذا أولا هم عندهم طموح كبير جدا الإيرانيون الإيرانيون هناك تواطئ دولي وهناك ثغرة في مجتمعاتنا هناك ثغرة في مجتمعاتنا يجب أن نعترف بها وأيضا كنا غافلين عنها نحن أنا أعترف عن نفسي بأنني لم أكن أتخيل أن جزءا من السوريين يمكن أن يستدعوا إيران وحزب الله وكتائب متوحشة من العراق النظام استدعاهما ليس جزء من السوريين يعني النظام في جزء من السوريين مع هذا النظام في جزء من السوريين مع هذا النظام وهم يقتلوننا بكل صدر رحب بكل سعادة اللي ارتكب في سوريا جرائم إبادة استخدموا الأسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين كتل مليون عربي مسلم سني مليون وتم تهجير 8 ملايين يعني نصف العرب المسلمين السنة اللي كانوا 16 مليون نصفهم انتهى فضلا عن طحن مدنهم في حلب وفي حمص وغيرها نعم يا أما قتل يا أما هجر نصف العرب المسلمين السنة التركيبة الديمغرافية اختلت خللا لا مثيلة له في التاريخ كله في التاريخ كله لم يحصل وهذا بسبب الغزو الإيراني الذي تواطأت معه أمريكا وإسرائيل وتواطأ معه جزء من شعبنا نعم دكتور رافع لماذا هناك من يعتقد أنه المراهنة العربية على استعادة العراق الحالي من القبضة الإيرانية من الفك الإيراني وإعادة إدماجه في النسيج العربي الرسمي مرة ثانية عملية صعبة عملية لا يمكن أن تنجح في ظل هذه المنظومة الطائفية التي تحكم العراق وبالتالي العراق لن يكون هكذا يعني أؤكد البعض لن يكون عاملاً إيجابياً للأمن والاستقرار في المنطقة العربية وحتى لجوار العراق غير العربي نعم أساساً إيران لم تتغول إلا بضعفنا نعم إيران لم تتمدد لم يكن لديها مشروع بهذا الحجم لو لا ضعفنا يعني نعم هناك المظلة الأمريكية هناك نعم هذا صحيح وهي دخلت تحت المظلة الأمريكية لكن الأساس في كل ما حصل هو ضعفنا ضعفنا كنظام عربي كقوى عربية غير قادرة تدعم بعضها ليس لديها مشروع إيران في قضية العراق إيران تريد عراقاً ضعيفاً بذلك تدعم دعماً شديداً والقضية ليست مقتصرة على الإرادة بل تعمل على هذا الأمر نعم يعني هناك عمل أيضاً تعمل على كل دعم كل منظومة اللا دولة لأن الدولة تحدثنا عن منظومتين الدولة عندما تقوى يجب أن تقوى تقوى بمشروع وطني بقانون يشمل الجميع بمساواة بين الجميع بعدالة كل هذه بتنمية ببناء هذه غير موجودة كل الكتل في البرلمان من أسامها وطنية دكتور أسماها وطنية هذه ليس يعني مانا من معانيها شيء نصيب من معانيها المعاني مختلفة فهي تدعم هذه المنظومة منظومة اللا دولة اللي بيها ميليشيات عصابات قوى طائفية قوى إثنية تدعمها بشكل قوي تدعم اللا قانون لا وجود وبالتالي تضعف هذه في العراق الآن ليس صناعة ليس هناك صناعة عليس هناك زراعة عليس هناك تنمية بعدما كان العراق فيه عبارة صنعة في العراق وانتجه في العراق هذه انتهت وهذا ما اعترض به دع سمحتني نائب رئيس الحكومة حكومة المالك بهاء العرجي قال كلما أقدمنا على مشروع صناع وزراعي جاءني السفير إيراني وقال لا لا تشتغلونا الغو نعم لأنه إيران تريد العراق سوقا هذا ما قصدته سوقا لتصريب مشاكلها الداخلية سوق لتسوق به مشروعها مشروع هذا التمدد وسوق لتصريف بضايحها والاستفادة منه اقتصاديا وهذا الحقيقة من 16 سنة هذا ما تفعله إيران في العراق فبالتالي حتى البلد تحول مستنقع للمخدرات الإيرانية بحر من المخدرات وحبوب الكريستال نعم أعود إلى سؤالك لماذا هل هو مستحيل نعم غير مستحيل أنا أقول غير مستحيل إذا ما كانت هناك إرادة إقليمية وعربية في دعم القوى الوطنية عندما تدعم القوى الوطنية التي تقف ضد هذا المشروع هذا المشروع ينكسر وينتهي أما أن تتناغم مع هذا المشروع وتدعم القوى التي تعمل في وسط هذا المشروع على أنك ستغير هذا المشروع من خلال دعم هذه القوى بالعكس أنت تغولهم أنت تغول هذه القوى لكي تزداد قوة تزداد قدرة الآن هم يتباهون في العراق عراق لا دولة سيادة غير موجودة استقلال ناجز غير موجود العراق دولة مستباحة وهذا هم يعترفون به هم نفسهم أصحاب السلطة أصحاب العملية السياسية يقولونه عندما يحرجون يقولون هذا الموضوع وآخر دليل عندما زار الرئيس ترامب العراق كيف فعله وماذا قاله زاره بدون ببلية ونزل بقاعدة عراقية وتحدثوا كثيرا نحن دولة بدأ سيادة ومخترقية وهذه واقع الحال الحقيقة حتى سيادة جوية ما عندها حتى سيادة على الأرض عالمياها غير موجودة فبالتالي أنت لا دولة تدعمهم لماذا تدعم اللا دولة وماذا ستفيدك اللا دولة أنت تدعم قوة تابعة لقوة أخرى هي عدوة لديها مشروع يدمرك فأنت داخل في هذه العملية وتريد أن تسقط هذه القوة يعني نظرية غريبة عجيبة وغير مفهومة وغير منطقية وغير عقلانية أنت تريد أن تزيح هذه تدعم القوة المناهضة لها التي تقف بالضد منها تمسك ظهرها تدعمها تقف معها في كل المحافل الإقليمية والدولية تساندها بكل قواها تدعمها لكي تقف أمام هذا المشروع ومثل ما يقال ما حق يظارك مثل ظفرك أهل البلد هم القادرين على أن يحموا بلدهم يزيلوا هذا المشروع أنت تدعمهم فقط أما أن تقف ضدهم وتدعم هؤلاء على أمل أن تسقط التجربة هذه القائمة هذه قضية دعم صالح متفضل تأكيداً لهذا الكلام ما حصل في سوريا لو أن الجيش السوري الحر قوى الحرة في الشعب السوري تلقت الدعم الكافي كانت أبلت يعني أبلت بلاءاً حسناً جداً ضد إيران وعملائها في سوريا الجيش السوري الحر والشعب السوري قتل 15% من قوات حزب الله الغازي الطائفي المجرب ألحقت بالإيرانيين في سوريا خسائر فادحة جداً 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 من دون دعم كيف لو أن الشعب السوري دعم بمواجهة الوجود الإيراني كان فعلاً ألحق به خسائر فادحة جداً نعم دكتور عبد الحميد العاني القوى الطائفية الموجودة في العراق تتحدث عن كره عربي للتجربة الديمقراطية في العراق وتعزو هذا المناصبة العرب لهذه التجربة العداء منذ البداية وأنه هناك ريبة وشك بسبب أنه الموجود الآن في الأنظمة العربية في الدول العربية أنظمة متفردة سلطوية مستبدة بينما هناك تجربة ديمقراطية في العراق وتداول للسلطة وبالتالي لا يمكن أن يلتقي الديمقراطية لن تلتقي مع الدكتاتورية هذا هو التفسير لهذا العداء يعني على أقل إلى وقت يعني هذا العداء قبل الانفتاح والهرول العربية نعم قبل الإجابة على هذا أسمح لي أيضاً أكمل ما ذكره الدكتور رافع قبل قليل لأنه ذكر نقطة أيضاً مهمة جداً أن الموجود الآن رغم أنه في السلطة الحالية ربما لافتات منوعة وتمثل أكثر من طيف في العراق لكنه في حقيقة الأمر لا يمثلون الشعب لا يمثلون من يدعون أنهم يمثلونهم وخليل دليل على هذا أنه اليوم في زيارة رئيس مجلس النواب الحالي إلى أمريكا نعم من أهم أعماله اليوم هو ماذا أنه المطالب بأن يستمر العراق يعفى العراق لمدة أطول من أنه يبقى استثناء العقوبات الأمريكية على إيران إذن أصبح الموجود الآن هي لافتات متعددة لكن الجميع هو منفذ لأداة أو كأدوات للمشروع الإيراني أودة إلى سؤالك تعودنا وتعود الشارع العراقي طبعا من 2003 إلى الآن أن التصريحات الساسة الموجودون هم الآن من المضحكات المبكيات وهؤلاء لا يخجلون من الكذب يضحكون ويستخفون بعقول الناس وعقول جميع المخاطبين الديمقراطية التي يدعونها هنا والتي أيضا هي كانت امتداد أو نعكاس للأكذوبة الأمريكية التي جاءت بالديمقراطية إلى العراق وبناء نموذج ديمقراطي في المنطقة الأرقام هي تتحدث عن هذه الديمقراطية وهو هذه التجربة وهذه العملية السياسية قامت أولا أساسا على مجلس الحكم الذي هو بني على 25 عضو الـ 25 عضوا عينوا تعيينا يعني وفق المبدأ الديمقراطي لم يتم انتخابهم ولا اختيارهم من قبل أحد وإنما تم تعيينهم من قبل الحاكم المدني الأمريكي وهؤلاء الـ 25 بالمناسبة هم الذين تفرخ منهم تولد منهم 250 لأن كل عضو جاء بعشرة أعضاء فكان هناك الحكومة الموقتة سميت في وقتها أول يعني حكومة موقتة في حينها 250 من هؤلاء إذن 250 عضو تم تعيينهم من قبل الحاكم الأمريكي هؤلاء هم الذين وضعوا القانون الانتخابي ووضعوا ملامح هذه العملية السياسية والدستور وغير ذلك ثم بعد ذلك كل المراحل الانتخابية التي جرت باعترافهم هم وهنا نؤكد طبعا هذا الذي نقوله الآن لسنا وحدنا نقوله كثير من هؤلاء المشاركين هم أيضا يشاركون لكن مع فرق أساسي دائما نقوله أن قولهم هذا أو اعترافهم بهذه أو من باب فقط المناكفات السياسية فيما بين الخصوم وليس من باب العودة عن إصلاح عن هذا الخطأ وإصلاحه ثم بعد ذلك جرت كل المراحل الانتخابية بتزوير وخير مثال على الديمقراطية هذه الانتخابات الأخيرة التي كانت مقاطعة مقصودة من قبل الشعب العراقي بنسبة تزيد على ثمانين بالمئة ولكن مع الأسف لا يزال العالم يتعامل مع الديمقراطية التي هي أقل من أشرين بالمئة في العراق ويخضع للرغبة الأمريكية الإيرانية وللمتسلطين الفاسدين على رقاب الشعب العراقي نعم أستاذ إحمد كامل يعني كعرب ما هي الهواجس أو المخاطر التي تشعرون بها كعرب من هذا المحور الطائفي القائم على دول مشوهة في العراق مهيكلة في سوريا دولة ميليشيات في اليمن دولة ميليشية في لبنان هذا محور طائفي رأس حربة إيران هذه لبناتها هذه أركانها هذه مكوناتها هل ثمت خطر حقيقي؟ نحن في سوريا نشعر بالخطر عرب أما في المغرب العربي لا يشعرون بهذا الخطر على الأقل في المشرق العربي في مصر لا يشعرون به حتى في فلسطين للأسف الإحساس بهذا الخطر ضعيف كثير من الفلسطينيين للأسف الشديد يرون بأن إيران داعم وأن حزب الله مقاوم للأسف الشديد وأنا كنت منهم كنت من المخدوعين بهذا الأمر الوضع في الدول العربية كل واحد يعني يفكر بنفسه يفكر بنفسه وهمومه تكفيه ولا يستطيع أن يفكر بغير ولذلك هذا يضاعف الخطر الإيراني ولذلك نحن هنا هنا نحن وفي أماكن أخرى حتى يعني إذا وفق الإمكانية تبصير أيضا هذا العلم العربي بهذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر في إسرائيل كيل صهيوني أبدا يعني الأسبوع الماضي يمكن سمعته جميعا كل الناس تتحدث عن اعتراف ترامب بأنه جولان السورية هي أرض إسرائيلية طبعا وسائل الإعلام العربية كلها ضجت وبكل إخلاص كثير من العرب كانوا يتحدثون بمرارة عن أننا أضعنا جزءا من أرض سورية الجولان السوري هو 1500 كيلومتر مربع الأراضي التي تحتلها إيران وحزب الله والكتائب الطائفية المتوحشة العراقية وروسيا في سوريا 100 ألف والأراضي التي تحتلها أمريكا والبيكيكي 50 ألف هذا في سوريا في سوريا فإذن ما تحتله الأراضي المحتلة من غير إسرائيل في سوريا 100 ضعف الأراضي التي تحتلها إسرائيل ولا أحد ينتبه لدلك ما للمسؤول على التضليل أو التزيف أو التغطية على أفصار المحسن؟ الحكومات العربية حكومات العربية متواطئة وهي ليست حكومات مستبدة فقط وإنما هي حكومات معادية لشعوبها وهي تريد أن تخدر الشعب العربي بأن يفكر كل الوقت بأنه يحلم بتحرير فلسطين وينسى تحرير مناطق أخرى يعني بالمنطق العروبي المحت وأنا عروبي احتلال دمشق ليس أقل خطورة من احتلال القدس واحتلال بغداد ليس أقل خطورة وأقل أهمية من احتلال بيروت بيروت يحتلها حزب الله الفارسي الإيراني التابع لي إيران فهذا أمر خطير بنفس خطورة احتلال القدس لا يقل أبدا بغداد ودمشق وحلب وبيروت وصنعاء والقدس شيء واحد بالمنطق العروبي ولكن فيه لاوعي فيه غياب الوعي في تضليل وهذا ما تباهى به الإيرانيون من أنهم سيطروا على أربع واصف معربية شكرا للمزيد أشكرك سالح أحمد كامل الكاتب الصحفي السوري وشكرا لدكتور رافع وشكرا لدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام فيية علماء المسلمين في هذه الحلقة التي بحثت في مفهوم الدولة المشوهة في العراق نتوقف قليلا ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليسمعنا خلاصة ما جرى بالنقاش في هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن دكتور هذا النظام السياسي الموجود الآن في العراق يحمل في طياته عناصر خطرة على الدولة في العراق وعلى حتى الجوار وهي عناصر جزء من تكوينه من بنيته الأساسية وبالتالي فهو خطر حتى وإن تبرقع ولبس ثوبا جميلا تمسح بطروحات عربية حسن الجوار وما لذاك لكنهو الحقيقة في مضمونه وقمامه خطر الحقيقة سيد ماجد هو خطر كبير لكن خطر كخطر السرطان على الإنسان مرض خطير لكن كل الدول الإقليمية والدول العربية تعامل معه لأن صداع يعالج بحبة بارستول حبة أسبرين يعتقدون هكذا أنه يعطون مريض حبة أسبرين وهو يعاني من السرطان لكنه ليس فهما حقيقيا بقدر ما هو بفعل السطو الأمريكية كما ذكرت هذا فعلا لكن هذه السطو الأمريكية ستأتي عليهم فبالتالي هم سيخسرون هذا المشروع مشروع كاسح مشروع تمدد مشروع استغلل تخادم الأمريكي لكي يتغول على الآخر وسيتغول عليهم وهو يتغول عليهم فبالتالي أنت لا تستطيع أن تقاوم هذا المشروع إلا بدعم المتضررين منه من هذا المشروع تدعم القوى التي تضررت من العروبة من فقدها لوطنها أما المهدنته لن تأتي بشيء أبداً فبالتالي سيخسرون والخسارة كبيرة دعم لا دولة سيؤدي إلى ضياع دولهم هذا هو المفهوم دعم الميليشيات سيؤدي إلى تحول هذه الميليشيات إلى غوليا أو كلهم هذا يجب أن يفهموا المصالح الوقتية هذه لن تدوم التجارة الداخلية كسب المليارات هذا لن يدوم بالتالي هناك أرض غير مستقرة في العراق هناك نظام غير مستقر أمن غير مستقر علاقات غير مستقر رؤية غير مستقرة لأنها تابعة لدولة أخرى هي من تتحكم لديها مشروع آخر غير المعلن وربما معلن عليهم أن ينتبهوا إليه ويعرفوا كيف يتعاملوا شكراً دكتور نلتق إن شاء الله في الأسبوع القادم شكراً